أصعد الله وأوقاتكم دوماً بكل خير أهلاً بكم إلى جلسة الأعمال أنا الطيب عبد الماجد وهذه أبرز الأجندة على الطاولة هذا المساء مصر تسدد 9.3 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية حتى نهاية مارس أذار ارتفاع إرادات مبادلة الإماراتية إلى 32.7 مليار درهم في 2014 موانئ دبي تشتري شركة حاويات كندية بـ 457 مليون دولار سددت مصر 9.370 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 من مارس أذار ليتبقى من باقي المستحقات لهذه الشركات 3 مليارات و 285 مليون دولار وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري وطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار قال نائب رئيس شركة جازبروم نفط الروسية ذراع إنتاج النفط لشركة جازبروم إن الشركة تتوقع أن تتسارع وتيرة إنتاج النفط والغاز هذا العام وتتوقع شركة شحن أول ناقلة تحمل 500 ألف برميل من النفط من حقل بدر العراقي هذا الشهر وتستخرج جازبروم نفط النفط من الحقل بمعدل يتراوح بين 15 و 17 ألف برميل يوميا ارتفعت إرادات شركة مباذلة الإماراتية خلال العام الماضي مع نمو دخل الشركات التابعة لها وقالت الشركة إن ارتفاع الإرادات جاء بفضل نمو عمليات الشركة في مجالات المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهايدروكوربونات والعقارات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وبلغت الإرادات 32 مليار و 700 مليون درهم مقارنة ب 31 مليار درهم في 2013 ألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار في قطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية خشية انهيارها وقال البنك المركزي في تعميم له إنه نظرا لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة مع بدء عمليات عاصفة الحزم فإنه يجب عدم التعامل في النقد الأجنبي في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار وذكر متعاملون أن البنوك اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد أبلغت عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزية حجبت بعض شركات الاتصالات خدمة واتساب كول فور الإعلان عنها حيث تواجه شركات الاتصالات حول العالم تحديات أمام الزيادة المستمرة لمستخدمي تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت بما يؤدي إلى فقدان إرادات كبيرة تقدر بنحو 66 مليار دولار سنويا بسبب هذه التطبيقات جاء أعلان الواتساب عن خدمة الاتصال المجاني ليدق ناقوس خطرين بات يهدد مالية شركات الاتصالات التقليدية فتطبيقات الاتصال عبر الإنترنت فويب مشكلة بمليارات الدولارات تواجهها شركات الاتصال العالمية التقليدية شركة مثل واتساب التي تمتلك أكثر من 700 مليون مستخدم ناشط شهريا بعدما أعلنت عن توفير الاتصال عبر تطبيقها سارعت بعض الدول إلى حجب الاتصال عبر التطبيق في محاولة لتخفيف الخسائر التي قد تتكبدها شركات الاتصالات من وراء هذه الخدمة الجديدة ومع الاستخدام المتزايد لهذه التطبيقات يتوقع محللون أن تفقد شركات الاتصالات التقليدية إرادات تتجاوز الأربعمائة مليار دولار حتى العام 2018 بسبب هذه الخدمات وتبث تطبيقات الفويب خدماتها عبر بروتوكول الانترنت مما يتيح لها تقديم الخدمات لعدد عملاء أكبر بكثير من الشركات التقليدية وبتكلفة أقل للصيانة والتطوير وتعزيز انتاجياتها بشكل أكثر فعالي للمستخدمين ويرى الخبراء أن الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت من شأنها أن تصبح المنصة القياسية لسوق المكالمات الدولية في الوقت الحاضر وأن هذا سيؤدي إلى انخفاض الحاد في عوائد الشركات على المكالمات الدولية ورسوم التجول ومصادر الدخل التقليدية لشركات الاتصالات وأن كل هذا مجرد غيض من فيض وتطبيقات مثل الواتس أب وسكايب وويب شات تزيد الضغوط على شركات الاتصالات إذ توفر لمستخدميها التواصل الاجتماعي والخصوصية ودقائق ورسائل نصية مجانية ورغم ذلك فإن العملاء ما زالوا في حاجة إلى خطط بيانات لاستخدام هذه البرامج وهو ما استغلته شركات الاتصالات التقليدية في تقديم نوع جديد من الباقات والاشتراكات تركز على حجم وسرعة البيانات مقابل اشتراكات شهرية في محاولة للاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم حاليا استخدام الاتصال عبر بروتوكول الانترنت ينمو بشكل متزايد حيث يتوقع خبراء الانترنت أن ينمو 20% بمعدل سنوي حتى العام 2018 مما يشكل تحديا كبيرا أمام شركات الاتصالات ومحاولة شركات الاتصال حجب هذه الخدمات والدخول في تحالفات لخروج شركات الفويب من المنافسة لن يوقف هذا المد إذن أرحب بضيفي هنا في الستوديو السيد إيمانويل جورو الشركة الاستشارة في TMT اندستري سيد إيمانويل أنا شاكل لوجودك معنا بدءا دعنا نتحدث قبل أن نبدأ هذا الحوار حول التطورات والتأثيرات التي تنتظم قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات وتقرير دلويت السنوي حول الاتجاهات والتطورات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2015 وما بعد ذلك دلويت تتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الإسلامي الرقمي بمعدل مرتين تقريبا في المنطقة خلال السنوات الثلاثة إلى الأربعة المقبلة وذلك لناحية إنفاق المستهلك المسلم عبر الإنترنت على منتجات وخدمات رفاهية والمقدر له أن يرتفع من 15 مليار دولار ليلامس أو يتحطى 30 مليار دولار في 2018 كذلك وأنا أحب أن أعطيك فكرة أوسع عن هذا التقرير من المرجح أن يتوسع إنفاق المستهلك المسلم على الخدمات الإسلامية الرقمية في المنطقة بالنسبة تصل إلى 25 إلى 30% عبر مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي في العام وما بعده ويعود ذلك بشكل خاص الارتفاع الذي يحدث في مجال الإعلام الرقمي هذا بعض ما جاء في هذا التقرير بدء أن دعني أرحب بك معنا من جديد وأتساءل ما هي المؤثرات في تقديرك والدوافع التي تحدد مسارات التكنولوجيا والاتصال والأرقام في عالمنا المعاصر هناك اتجاهات عدة يتم تحديدها في هذا التقرير وهو تقرير ينشر سنويا واتجاهات رئيسية نراها في هذه السوق لسيما في هذه المنطقة لسيما هذا الاتجاه الجديد وهو إنترنت الأشياء حيث أن هناك بيانات أكبر وهناك أيضا تطورات كثيرة نشهد في هذه المنطقة ونشر الكثير من تبني الاتجاهات التكنولوجية والعديد من التحصن في البنية التحتية التكنولوجية التي نشهدها أيضا جيد لأي تتوقع أن تكون هذه السنة محورية إلى الخدمات الإسلامية عبر الإنترنت إيش رح لنا ذلك؟ ما الذي يقصدوه؟ الطريقة التي نشهد بها الاقتصاد الإسلامي الرقمي هو الأمرين مختلفين وهو الاقتصاد الإسلامي والذي يضم العديد من الأمور من الأغذية الحلال إلى الصيرف الإسلامي على سبيل المثال هناك مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك الحلال أو المحتوى الإسلامي إذن هناك الكثير من المحتوى الداخل الاقتصاد الإسلامي والتي تم بواتيرها سريعة كما أن هناك على جانب الاقتصاد الإسلامي الذي ينمو بسرعة شديدة وفي نفس الوقت هناك ارتفاع في الاقتصاد الرقمي نفسه إذن هناك التجارة الإلكترونية مثلا والتقاطع بين الاثنين أي الاقتصاد الإلكتروني والخدمات الإسلامية مثلا فإن ذلك يجعل أن هذا الاقتصاد ينمو بواتيرة سريعة لا سيما في المستقبل القريب دعا نتوقف في دول مجلس التعاون الخليجي وبما توفر لها من إمكانات ومقدرات استطعت هذه الدول أن تخطو خطوات كبيرة فيما يعرف بالمدن الذكية وفيما يعرف بالبيانات المفتوحة كيف تقيمون ذلك؟ إن المدن المفتوحة اتجاهات مهمة جدا في دول الخليج بالنظر إلى دول الخليج وصلنا إلى ست مدن ذكية جديدة أصبحت قيد الإنشاء وبصفة عامة فإن التوقعات الخاصة بالمدن الذكية في الدول الخليجية أمر رائع ولكن ببساطة لأن معظم المدن والتطورات الجديدة بها مدن جديدة خدرة مقارنة بالمدن الذكية في دولة أخرى وفي أسواق أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وذلك من ناحية التصميمية هناك بنية تحتية ذكية مباني ذكية، تكنولوجيا ذكية وتعليم ذكية وهناك بناء يتم ومثال جيد على ذلك بالنظر إلى الإنشاء والإعمار البكي نرى أنه من 60 إلى 70% من المباني الجديدة وتطورات الجديدة في هذه المنطقة تبنى بالمعمار الجديد والبكية إذن هناك اعتقاد قوي من أن المدن الذكية في دول الخليج سوف تنمو أكثر من ذلك وفي حالة البيانات المفتوحة أولا نرى بيانات مفتوحة كواحدة من الدعامات الخاصة بالمدن الذكية ودعامة رئيسية لنمو البيانات المفتوحة والكبيرة وهي بالطبع اتجاه جديد على ميوة بالتالي بالنظر في عام 2010 مثلا كان أول نطاق كبير وبوابة كانت موجودة في بريطانيا وهناك أيضا دول أخرى ومناط أخرى قد قامت بإستعارة ذلك وهناك مدن في البحرين والملكة العربية السعودية وقطر والآن دولة الإمارات التي تبني السياسات حول البيانات المفتوحة إذا هناك مزيد من التطور وهناك أيضا بعض المؤشرات مثل البروماتر الذي تم إنشائه وهناك أيضا نحن نعتقد أن الفجوة أصبحت تسد أو تصغر أكثر من ذلك سيد إيمانويل تشكل منطقة الشرق الأوسط تقريبا نسبة 2 إلى 3% من إجمال سوق إنترنت الأشياء على المستوى العالمي ما الذي نقصده بذلك؟ وكيف تقيمون هذه النسبة؟ فيما تعلق بهذا التواقع نحن ننظر إلى جزء معين من إنترنت الأشياء وهو مؤسسة إنترنت الأشياء عندما نفكر في إنترنت الأشياء في بعض الأحيان نفكر في المستهلكين مثل مثلا الساعات الذكية هذا مختلف هذا عمل عمل الإنترنت الأشياء أي أن يكون هناك شبكات ذكية وأدوات للأعمال المتصلة بعضها في هذا الجانب من إثالي 3% كإجمال الأجهزة مقارنة بيئة السوق العالمية فإن هذه نسبة منخفضة جدا إذا ما أعطيت لكم مقارنة إذا مثلا إذا ما نظرنا إلى شحن الهواتف الذكية من منطقة الشرق الأوسط هي الأكبر وأيضا فيما تعلق بهذه الإنترنت الأشياء فإنها 2-3% ونرى أن هناك فرصة كبيرة لأن هذه السوق ناشئة ونرى تنمو من 2.5% أكثر من الأسواق العالمية وأيضا هي تتوجه إتجاها جيدا في سوق الاتصالات وبالتالي هناك أيضا فرصة لنمو مثلا أن يكون هناك نمو بـ 2.5 مليار دولار لإنترنت الأشياء في هذه المنطقة كمتوقع جيد سيد مانويل نحن قرأنا قبل قليل في هذا البرنامج شركات الاتصالات توقف خدمات الواتساب كول التي أطلقت مؤخرا وذلك في إطار حرب شركات الاتصالات على هذه الوسائط التي باتت تهددها وتفقد بمجيبها مليارات الدولارات سنويا يعني هل هذه الحرف صالحها هل هي تستطيع هكذا أن تغلق هذه المنافس أم أن عليها أن تبحث ربما عن وسائل أخرى تستطيع أن تحقق بها الدخل وأن العالم ماضي في هذا الاتجاه هذا موضوع صعب لأننا شهدنا خلال سنوات قليل ماضية أن ما نطلق عليه المستخدمين لهذه الخدمات بدأ يؤثرون تأثيرا كبيرا على العوائد المشغلين للاتصالات إذن بما في ذلك الواتساب وسكايب كل ذلك بدأ يؤثر على شركات الاتصالات وهي أصبحت استخداما أساسيا من خلال أو تؤثر تأثيرا كبيرا على خدمة الاتصالات الصوتية والدولية وبالتالي من خلال هذه المراقبات والنحين التنظيمية فإن المستهلك سوف يتأثر أعتقد أن هناك حاجة إلى تنظيم أو رقابة فيما تعلق بشركات الاتصالات لنا تستثمر استثمارا كبيرا في الشبكات ويقومون ببناء تقريبا الكثير من الشبكات لسيما شبكات الفورجي مثلا والحماية في رؤوس الأموال وفي نفس الوقت علينا أن نوفر للمستهلك ما هو يرغبه وهذا النوع من الخدمات وهذا النوع من خدمات الاتصالات وبالتالي ينبغي أن يكون هناك توازن بين الاثنين الشركة الاستشاري في TMT Industries سيد إمانويل دورو أنا شاكل لوجودك معنا في هذا البرنامج شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وبعض الفاصل في هذه الجولة من هذا البرنامج سنجد ونجاوب على هذا السؤال المهم التحكيم التجاري هل هو بديل لأحكام القضاء؟ الجواب بعض الفاصل